السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم ألف ألف عافية جماعة هناك سؤال كثير مهم برضو بنترح منكم موضوع تقسيم الكود لفنكشنز وانه انا لازم اعمل فنكشنز ولا لا ما انا بقدر احل الكود من غير فنكشنز خلينا نرجع نتذكر احنا هي شو تعريف البرمجة البرمجة هي قدرتك على تحليل المشكلة وفهمها وتجزيئها لمشاكل اصغر وحل كل مشكلة فيهم على حدة وتركيبهم مع بعض بحيث انه يطلع عندك the best solution لهذه المشكلة اذا قدرة على التحليل قدرة على التفكير قدرة على التجزيئ المشاكل بافضل الطرق لكي تستطيع التحليل اليوم لو بدك تشيل صخرة كبيرة ما رح تقدر تشيلها والبرمجة عبارة عن صخور كبيرة فقط تشتغل بشركات ما احد حيجي يعطيك فنكشن يجمع لك رقمين هذا الحكي ليس موجود هم رح يعطوك تاسكس كبيرة التاسكس الكبيرة هاي بدك تفكر فيها وتحللها وتجزئها لسبب فنكشنز وتجمعهم اليوم البرمجة قائمة المبرمجة الناجح وسر من اسرار البرمجة هي سياسة فرق تسد سياسة فرق تسد يعني وانت بتكتب كود لازم لما بتكتب فنكشن الفنكشن هذا ما يعمل الا شغلة واحدة فقط اذا الفنكشن تبعك بعمل شغلتين مع بعض في عندك مشكلة في تجزئ الكود انت عشان يكون عندك كلين كود واضح بتقدر تعدل عليه في المستقبل لازم اتجزئ الكود تبعك لفنكشنز كثيرة وكثر الفنكشن ما بيأثر على البرمجة بشكل كبير زي ما الناس بتعتقد بالعكس هو برتب لك الكود وبخليك انت قادر على قراءة الكود وقادر على التعديل عليه في اي وقت من الاوقات سياسة فرق تسد هي سر نجاح اي مبرمج سياسة فرق تسد وتقسيمك وتجزئك للكود عن طريق فنكشنز هي اللي بتخلي سرعتك اضعاف اضعاف سرعت غيرك اكيد في البداية اذا انت متعود تحل من غير استخدام فنكشنز اكيد في البداية هتكون اسرع هلا لانك انت متعود كل الكود وراء بعض مش مهم بعمل عشر شغلات كلهم وراء بعض مش مجزئ الاشياء فاكيد انت بتكون اسرع في كتابتك الكود هلا لكن في المستقبل اذا ما تعودت على سياسة فرق تسد وتجزئ الكود لفنكشنز عديدة وكل فنكشن كقاعدة مش لازم يعمل الا شغلة واحدة وكل فنكشن اسمه المعبر وقتها انت بتكون هناك عشر اضعاف السرعة مما انت عليه الآن زي ما حكينا في الشركات انت ما بتاخد تاسكس جمع لي رقمين وعطيني ماكس نمبر وهذه الاشياء هذه الاشياء انت بتاخدها الآن عشان انت اطور اللوجيك تبعك والمنطق البرمجي تبعك فسياسة فرق تسد هي سر النجاح في عالم البرمجي اعطيكم مثال بس هيك عشان تربطوا الموضوع لو انا قلت لك بدي تعملي كود يرسم لك ساعة ساعة اللي فيها عقارب هاي تمام هذه الساعة لازم تتفكر فيها بفونكشنل بروغرامنج بطريقة فونكشنل يعني الاطار تبع الساعة بدي ينرسم بفونكشن عقب التواني ينرسم بفونكشن عقب التواني ينرسم بفونكشن عقب الدقائق بفونكشن التاريخ ينرسم بفونكشن تحريك العقارب كل واحد بفونكشن كل تعمل شغلة واحدة فقط حتى الارقام من 1 إلى 12 هدول يرتسم بفونكشن هدول الفونكشن كلياتهم تفكر فيهم قبل تكتب الكود وتجعلهم ينادوا من بعض وتركيبهم مثل الليغو وقتها بعد شهرين ثلاثة قلت لك والله بدل ما تعمل الأرقام واحد اثنين ثلاثة أربعة لأطناش اعمل إياهم أرقام يونانية اي و بي وهي الأرقام سعيتها بتروح على الفونكشن اللي اسمه درو كلوك نمبرز سعيتها هناك بتغير في مكان واحد لأنه هداك الفونكشن ما بعمل وظيفته في الحياة إلا هي أنه يرسم لك الأرقام تبعت الساعة فانت هنا تكون استخدمت سياسة فرق تسود هذه نصيحة مني بدك تنجح في البرمجة بدك تكون عشر أضعاف سلعة غيرك استخدم سياسة فرق تسود في كل مجالات البرمجة وسياسة فرق تسود حتى في مجالات الحياة العملية اللي بنعيشها والحياة اللي بنعيشها إحنا أي شي جزء فرق تسود بتسيطر عليه ما مش لازم انت في البرمجة تفكر في شغلتين مرة واحدة غلط مش مزبوط انت بدك تكون مجزل أشياء وتعمل شغلة واحدة اتا تايم ما مش أكثر من شغلة وقتها بتكون انت سريع وكواليتي تبعت الكود تبعتك بتكون فضيعة ومستقبلك بتقدم بسرعة في هذه المهنة ويويل شاين في شركتك حبيت أحكي عن أهمية كتابة الفونكشنز لأنه للأسف كل المشاكل اللي موجود على انت حلها كل ورا بعض الكود ما في حدا بيعلمك سياسة فرق تسود كما يجب عشان هيك الشباب بيطلعوا لسه بدهم سنوات من الخبرة عشان يوصلوا لسياسة فرق تسود هذا الحكي بكل مواقع الحل المشاكل على الانترمت ما شفت حدا بيقسم الأشياء لفونكشنز وليس هكذا تدرس البرمجة فنصيحة من يوم مطالع فكر في سياسة فرق تسود عشان تسود في هذا المجال ويعطيكم ألف ألف عفية جوة